كشفت مصادر على صلة بملف استرادة السيارات المستعملة الأقل من ثلاثة سنوات لجريدة الشروق تفاصيل جديدة على علاقة إجراءات إدخال هذا النوع من المركبات ستطبق بعد صدور المرسوم الخاص بها الذي يجرأ إعداده وسينشر قريبا إن شاء الله ووفق المصادر التي تحدثت إليها الشروق فإنه لا توجد قيود على البلد التي تجلب منها السيارة سواء كانت أوروبية أو عربية أو أفريقية لكن أي عملية جلب مركبة وجب أن تتقيد تماما بالشروط القانونية والتنظيمية المعتمدة من طرف السلطات الجزائرية ومن بعض هذه التفاصيل يمكنك شراء مركبة مستعملة أقل من ثلاثة سنوات من تونس أو ليبيا أو مالي أو أي دولة أوروبية أخرى حتى إن لم تكن مصنعة للسيارة أي ليست بلد منشئ للمركبة أما بخصوص الرسوم الجمهورية التي ستطبق على هذا النوع من السيارات وعلى سبيل المثال لو تم اقتناء سيارة مستعملة بـ 10,000 يورو فإن الرسوم التي ستطبق عليها تتراوح ما بين 20 إلى 25% أي ما بين 2000 إلى 2500 يورو ما يعادلها بالدنار الجزائري ويتم احتساب قيمة الرسوم من طرف إدارة الجمالك وفق سعر الصرف الدنار الرسمي في البنوك وليس سعر السوق الموازي وبذلك فإن رسوم السيارة قيمتها 10,000 يورو في الخارس تتراوح ما بين 30 إلى 35 مليون سنتيم والحمد لله ربي وفقنا وقلنا هذه المعلومات قبل ما تقولها الشورو والذي يريد تأكد يرجع للفيديوهات السابقة ويشوف كيف حسبنا سعر السيارة المستعملة مستوردة من فرنسا وبخصوص الطريقة التي يتم بها تقييم سعر السيارة المستعملة لدى دخولها إلى الميناء من طرف أعوان الجمالك المرجع المعتمد هو موقع لارغيس حيث يتم مقارنة السعر الوالد في فاتورة صاحب السيارة وسعرها المتوفر في الموقع طبعا وفق نفس الخصائص من حيث سنت بداية السير والكيلومترات المقطوعة والمحرك والأحسنة وغيرها ووفق ذلك يتم احتساب الرسوم وإذا تبين أن هناك فارقا كبيرا بين سعر الفاتورة وسعر المتوفر في موقع لارغيس فإن المشتري مطالب بدفع الفارق فقط دون أي عقوبات حيث أكدت إدارة الجمالك التعامل مع هذه الحالات كونها عمليات استيراد فرضية وليس تجارية ولذلك فلا عقوبات ستفرض على من ثبثت فوارق بين فواترهم وبين السعر المهتمة في الموقع وعند وصول السيارة إلى الميناء أو المعبر الحدودي وجب على صاحبها أن يتوفر على بطاقتها الرمادية وعقد البيع إضافة إلى وثيقة رقابة تقنية في البلد الذي تم شراء المركبة منه تؤكد أنها في حالة جيدة للسير ويجب أن يكون تاريخ إصدارها حديثا وليس مستخرجة قبل فترة طويلة ويتم عرضها على الخابير المعتمد من طرف وزارة الطاقة والمناجم ليحصل على البطاقة الرمادية الجديدة سلام